عندك اختي القهوة في دارك ولا ما عندكش خذي غير صار شي يفدرهم واجي معايا نباق تاجي معاك ونشارك معاك اختي الوصفة المعجزة اللي غا ترجعك ان شاء الله في الرعاة للشباب يعني في سن العشرينات في الشباب بشرة صافية بيضاء بدون تسبوغات بدون نمشو كلف بلا حبوب بلا لاتخاس بلا اكماش يعني العميقة اللي تكون في الوجيه بلا غوستات اليوم لانه القهوارة في متابات البوتوكس بالنسبة للبنات اللي يمشون ونفقوه او لا يخسروا مبالغ كبيرة ومهمة باش مثلا يبدو وجههم فاليوم اختي ما غا تحتاجيش هاد المسائيل هادول هاد العمليات دي الجميل غا نحتاجو غير وصفة طبيعية بساشي وحدة القهوة بدريهم او لا تاخذي هكذا القرعة اللي عندك دي القهوة واستخدمها في هاد لاغوستات تبع معي اختي لاغوستات منذ البداية حتى النهاية انه اليوم قد نسي عليش حاجة اسمية التجايد بزاف دي الليبنات بزاف دي المتتبعات كي تابعوني تقولوا يعني العمر دينا صغير واختي تكوني مازالة صغيرة والوجه ديالك تكمش لك ولا حالته وكذلك ولات الوجيه ديالك وكذلك اللي شافتك اختي دي ما كتعتك كبر من العمر ديالك الحقيقي وكذلك حشمي هاد المسألة دي احنا نساء معروفين بها ما كان ديوش شي حد خصوصا انه هي كبرنا كبر من العمر ديالنا الحقيقي لو عطنا غير العمر ديالنا فمش مشكل ولكن كبرنا كتر او لا كبر من سين ديالنا الحقيقي فاحنا هاد المسألة ما كان بغيوهاش فاليوما البناس سنتاجي معاكم الوصفة النيهائية اللي غادي تقضي اولاد قبطلة غادي تزويلك تجايد غادي تجايد غادي تجايد لك الوجيه ديالك منذ اول استخدام يعني نتيجة فورية ما شاء الله اللي اعطيتها لها كتفاجئ من الغزولتها ولا من النتيجة لانه ما شاء الله دي ما كتبان في سين اشاباب فانتمنى البنات تجربوا وترفضوا علي وغادي تصدموا كما تصدمت فيها انا بعدها لانه البنات هاد المسألة انفو كانت تصدم صراحة انا كان عارف ان طبيعة الحال الفعالية دياله لكن انفو كان عاود نديرها سواء اللي او الام ديالي اللي يحفظها اللي يحفظ لكم جميع مهاتهم ومهاتكم فكان عاود ثاني نجدد وكان حاول دائما حكي ما كانت تصدمش ولكن في الاخر كانت تصدم لانه ما شاء الله كيفاش ترجع الوجه ماشي غير من ناحية الجبات وانما كما قلنا حتى النظارة حتى علاج مثلا ذاك الشحوبة او ذاك اللوجية اللي كيكون شاحب ذاك اللوجية اللي كيكون صفار دبلان عيان اللي شافتك كتباني في حال ما نعساش واحد سبعيام وانتي ديما نعاس تصبحوا الليل في الوقت ديال الغضاء او من بعد كدلك الليل كتنعسي حتى كتشبعي ولكن الوجه ديالك ديما كيبان صفار يعني كيبان حالة وحالة كيما نقولو حنا فاليوم البناس انت اختجي معكم المصفار اي غير ترجع لك الوجه ديالك شميع بيد او كتنج كيما نقولو حنا فاهم حاجة البناس هو تدعمونا بالليلائك ديالكم ولا تتابعوا الصفحة مرحبا بكم دايما كيكون جديد دايما كنزليكم الاشياء اشتركوا في القناة مرحبا بكم وخليموا بكم و Rivk اتتاجوا معنا باستعرفوا على المقادر اول حاجة اختي اتحتاج اما قرأة ديال القهوة عندي ناس كافي او لا تخدي او غريصة اي مركوة واحد اخرى والقهوة هي المكوه الاساسي اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفة للي كتنج بذلوجة كينس حكديما تبقيت تستخدم ديالك لانكي ما غا تدميش عليها المكونات التانوية كمية من ماء ورد المكونات المكونات اشراقه المكونات 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 هذا هو جميع الأنواع التي نستخدمها في الوصفات ستحتاج معي أختي الخرقوم البلدي نشاركه معكم في الفيديو نستخدمه وضع الخطيطات مثلا الكريشا يكونوا في فترة الحمل الخرقوم البلدي جيد وطبيعيا نستخدمه عوادن عنده يتحنه في الماكينة نستخدمه سخون تازج وغزال يحمق نحتاج الخرقوم البلدي نستخدم القهوة سريعة الدوبة إلى القهوة على المنافع ومزايا نحتاج حليب بودر حليب مجفف كامل حليب مجفف كامل نستخدمه نستخدم الأمم نستخدم حليب مجفف نستخدم الحليب غبرة نستخدم القهوة نستخدم الحليب غبرة نستخدم الحليب يمكنك ان يكونوا مالحة بشكل من السود وكحولية وزروجية قد نستخدم القهوة قلنا الماء الورد قلنا اليوغورت قلنا الحليب غبرا قلنا الناشا و سنتجد خميرا ها ديالبناس ديال الخبز بالنسبة للبنات اللي تيقول ليالوجيه ديالنا ما مجبدش وما منفقش في نفس الوقت يعني انا هادي هدية مني العرايسات وكذا ليك احتل المتزوجات المهم ان يسأل ليكي عانوا من النحاف يعني الوجيه ديالهم منحيف ولا احتلوا قغض ديالهم منحيف بغاوا انفقوه طبيعيا يعنيش حاجة اللي هي وخاء تقطعيها ولا ما كتيش ديرها قاع كتبقى كما هي ولله الحمد يعنيش حاجة طبيعية بيوزوينة ومجربة طبيعية حالو مضمونة زائد انها لخميرة كتجبد البشرة ديالوجه فمطبيت الحال اي نوعية لبنات ديال الخميرة استخدموها سواء هادي او لرفيعة او لمركات وحدين اخرين موين من اللبنات الاغلبية كندي رغي سبول او لرفيعة جوجت الماركات وموين عندي بزاف بزاف بضع هذا الشي اللي كان لبنات هذا الشي اللي كان في المقادر ديال لغوست على بركتي الله هالبنات عندي وصول طريقة ديالتحذاء اول حاجة طبيعي نبدو بها يمع القهوة ديال القهوة لا تنسونا شمال البغتاج كترو كترو منو لبنات باش ان شاء الله هاد الفيديو يتشافن بزاف ديال لبنات وتعوم الفائدة ان شاء الله لجميع اهم حاجة عندنا هو انو لغوستات تعوم الفائدة للجميع موين اي اخدينا مع القهوة غادي ناخدو كيميا ديال الما ديال الورد كنحاول البنات نجمع اولا نخلط هاد العناسير مع بعدياتهم اصحوا البنات وضع كيميا ديال الخميره ديال الخبز كما قلنا اصحوا البنات المعجنة الأخرى للبنز الخمير الكيميائي تجاعد تجاعد نضيف الوقت نضيف الوقت نضيف الوقت نضيف الوقت نضيف الوقت نضيف الوقت خمير تعجل مع القهوة تدريجين تعجن تجاعد نضيف 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 كمية نضيف 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 كمية المشاة 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 نحن نحن نخلط قليلاً نضيف كمية الحليب بودر نضيف حليب المجفف نضيف حليب الغبراء نضيف الحليب الغبراء نضيف الحليب بودر نضيف خرقوم نضيف الخرقوم نضيف خرقوم نضيف خرقوم اضفنا المقادر اضفنا المقادر هناك زباد مقادر اضفنا المقادر اضفنا المقادر اضفنا المقادر ترجع لك الوجيه و الوصفة و الوصفة يمكنك تجربة الوصفة تجربة الوصفة تجربة الوصفة المهمة الوصفة تضيف مزيدة كما تجربة الوصفة نضيف مزيدة و نضيف مزيدة نضيف مزيدة و نضيف مزيدة سوف نطبقها معكم وحاول جميع المتتبعات يريد وصفات زوينة ورخيصة اقتصادية أهم شيء هو تكون زوينة انتم يا حبيبتي سوف نطبقها نطبقها غير على اليد ثم نطبقها سوف نطبقها نضيفها 30-20 دقيقة على حسب البنات حتى تجدها تجد المياه تجد المياه تجد المياه تجد المياه تجد المياه اختيار تغسلها عادي ومعطر الطبيل تجد المياه وظيفة هذه المياه تجد المياه تجد المياه تجرب لي وصفة القهوه وردع لي الخبار لانه ما بقيتش تغدير لي بوتوكس لتشي حاجة وبصحة تكوراحتك وما تنسانيش من واحد لايك لهذا الفيديو وتشتركي في القناة او لتابعي السفحة مرحبه بيك اشتركوا في القناة